على الأرض لم يتغير شيء فالتظاهرات في كردستان العراق ما زالت مستمرة حتى الساعة للمطالبة بالإصلاح وتحسين الوضع المعيشي ودفع الرواتب بالرغم من كل الجهود التي تفزلها الحكومة في أربيل من أجل إخماد التوتر فصحيفة العرب الجديد تحدثت عن وساطات قبلية ودنية تقوم بها عكومة نجرفان برازاني بهدف إقناع المتظاهرين بتجميد تحركاتهم ولو مؤقتا بسبب حساسية الوضع الحالي بين أربيل وبغداد فثمت من يصف في كردستان دخول حكومة حيدر العبادي على خط الأزمة بالصيد في الماء العكر موقف الحكومة الاتحادية لحد الآن حيال أقليم كردستان موقف ناتج عن نشوة نصر لا أكثر سيد حيدر العبادي لحد الآن جميع التصريحات لا تصب في صالح العملية والحوار مع الأقليم سيد حيدر العبادي يتعامل مع الأقليم مع الأسف بنشوة النصر لا أكثر لحد الآن كل ما يعد به لم يطبقه أحزاب كردية عديدة تتوافق مع هذا الرأي وترى في تلميح العبادي بإرسال قوات حكومية تحت عنوان حماية المتظاهرين مآرب أخرى ولسيما أن حكومته هي المتسبب بهذه الأزمة من وجهة نظرهم نحن محتاجين بهذا الوقت حل الأزمة بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان لحل مشاكل الرواتب ولحل إدارة الأزمة ربما لكلام هؤلاء ما يفسره فأوساط سياسية كشفت للصحيفة نفسها عن تواصل العبادي مع قيادات حزبية كردية لبحث مسألة تشكيل حكومة مؤقتة بدلاً عن الحالية تكون مدعومة من بغداد وترفع الإجراءات العقابية عنها وتتوصل معها إلى حل سياسي سريع فحركة التغيير على ما يبدو ترحب بأي ضغوطات على أربيل لحل أزمة الصراع تدخل الحكومة العراقية من ناحية الضغوطات من ناحية الدولية من ناحية الاقتصادية أيضاً من ناحية السياسية من نواحي كثيرة وليس فقط من ناحية العسكرية لكن بعيداً عن هذا وذاك هناك من يتخوف من تطور الأمور بين أربيل وبغداد إلى ما لا يحمد عقبه عقب تحركة عسكرية أخرى تقوم بها القوات الحكومية نحو فيشخابور وعليه تنشط أطراف دولية ومحلية على خط الدخول في الحوار على الأقل فيما يتعلق بإدارة المنافذ البرية والمناطق المتنازع عليها